موسيقى قررت وزارة العدل بتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النياب العامة تعليقا عقاد الجلسات بمختلف محاكم المملكة المغربية ابتداء من اليوم الاثنين الموافق للسادس عشر مارس الجاري إلى إشعار آخر وضافت المؤسسات الثلاث في بلاغ مشترك اليوم الاثنين أنه تم اتخاذ هذا القرار باستثناء الجلسات المتعلقة بالبث في قضايا المعتقلين والجلسات المتعلقة بالبث في القضايا الاستعجالية وقضاء التحقيق وأشار البلاغ إلى أن اتخاذ هذا القرار يدخل في إطار التدابير الوقائية الرامية إلى الحد من تفشي وانتشار وباء كورونا المستجد وحرصا على سلامة كل العاملين بمحاكم المملكة قضاة وموظفين ومساعدي القضاء وكذا المتقاضين والمرتفقين وانسجاما مع التدابير التي تم الإعلان عنها من طرف الحكومة لمحاصرة هذا الوباء ومنع انتشاره ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر